اشتركوا في القناة ارتاح قليلا فندق لا فندق هنا بإمكانكم أن تمكثوا في بيتي إن شئتم لا نريد أن نضايقك بل من حسن الحظ أن نتقابل أريد أن أدعوكم الليلة للعشاء هذا هو بيتي نعم انتظروا هنا لحظة سأتحدث مع زوجتي لحظة يا إلهي ألم تتعلم بعد ألم تتعلم خذ جميع هؤلاء مستحيل أظهر أن زوجتي متضايقة يوم أرجوكم سامعوني ليس اليوم فقط أولا ليس لدينا طحيل لنخبز الخبز ولا تزال تدعو الناس للعشاء ما هذا إنك رجل متعب متعب يا إلهي بكت الزوجة فقد كان لديها سبب كاف للبكاء لأن هذا الراعي كان فيما مضى أغنى رجل في القرية حتى أن زوجته ظنت بأنها محظوظة بزواجها منه ولكن كان هذا الراعي لطيفا وكريما جدا كان يقيم الحفلات والمآدب كل يوم سيداتي سادتي أرجوكم تفضلوا وتناولوا الطعام لقد دع الفقراء والمتسولين إلى بيته وأقام لهم حفلة عشاء واسعة وبالإضافة إلى هذا أعطاهم الأموال والمجوهرات أوه همسة تعطيني كل هذا شكرا جزيلا ليس من الغريب أن نساعدكم وانتشرت أخبار الراعي في جميع أنحاء البلد فجاء الناس أمام داره طالبين المال والمجوهرات ولا عيب في أن يكون كريما ولكن المفروض أن لا يبالغ في ذلك وسرعان ما نفدت كل ثروته وأصبح أفقر رجل في القرية بعد أن كان أغنى رجل فيها وما أقصد ناس لم يزره أحد تماما عندما خسر كل أمواله يا إلهي وفي أحد الأيام وكعادته ذهب الراعي ونام تحت شجرة يا إلهي ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الغابة تحترق الغابة تحترق ماذا؟ ماذا؟ وحدق الراعي فرأى ثعبانا يتألم بين الدخان سوف أساعدك واستطاع الراعي فعلا أن ينقذ الثعبان شكرا لإنقاذك حياتي تتكلم؟ يا إلهي يا إلهي نعم أتكلم ها؟ تتكلم؟ أمسك بذيلي سأخذك إلى قصر الثعابين أمسك وأمسك الراعي بذيلي الثعبان بشدة ودخل في شق صغير تحت إحدى الصخور أنا أستطيع وأنا أدخل في ثقم صغير كهذا لا تقلق أغمض عينيك فقط وأبسك بي جيدا أكره الأماكن الضيقة أرجوك دعني أخرج أريدك أن تقابل والدي لا شك أنه سيقدم لك بعضا من الكنز لا أريد الكنز أريد أن أخرج استمع إلي بانتباه لا تقبل الكنز بل بالمقابل أطلب منه أن يجعلك تفهم لغة الحيوانات هل فهمت؟ أجبني لقد وصلنا هذا هو قصرنا الممر كان ضيقا لا عجب إذا أصاب الراعي الذهول وهو يشاهد هذا الحشد من الثعابين تأثر كبير الثعابين وشكر الراعي عندما علم بأنه أنقذ حياة ابنه أنت لطيف لطيف جدا أريد أن أقدم لك شيئا لأعبر عن امتناني قل لماذا تريد؟ وطلب الراعي من كبيرهم أريد منك أن تجعلني أفهم لغة الحيوانات ماذا؟ لغة الحيوانات؟ هل هذا كل ما تتمنى؟ اسمع حتى لو استطعت أن تفهم لغة الحيوانات ستكون عديمة الوجود إذا أفشيت بالسر هل تفهم ما أقول؟ لكني لم أنقذ حياة ابنك من أجل المكافأة لا أريد شيئا لا أريد لا أريد ودعا انتظر وأوقفه حالا أنت فعلا رجل غير أناني حسنا سأحقق لك رغبتك ولكن إذا أردت أن تعيش مدة طويلة فلا تعلم أحدا بأنك تفهم لغة الحيوانات عندما استيقظ الراعي وجد نفسه في المرعى كالعادة هل كان حلما؟ يا إلهي هل أنت مستيقظ يا سيدي؟ ماذا قلت؟ لم يكن حلما لقد أصبح الراعي يفهم لغة الحيوانات الآن فجاءه غرابان إنه نائم هنا دائما هو نائم هنا وكثير من الكنوز نائمة هناك إذا علم بذلك سيمدهش هل هذا صحيح؟ كنز تحت الشجرة كاش 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 وسرعان ما بدأ الراعي يحفر تحت الشجرة وفجأة ظهر الكنز يا للفرحة هذا صحيح من أين حصلت على هذه الكنوز وكيف؟ أخبرني أريد أن أعرف نستطيع أن نساعد الفقراء الآن يا زوجتي يا للسعادتي سوف لا أتركك تبذر النقود أنا التي سأقرر كيف يتصرفها هل فهم؟ حسناً افعل ما تشاءين كان الفضل لزوجته المدبرة حيث أصبح بيت الراعي الفقير بيتاً فخماً وفي أحد الأيام ذهب الراعي مع زوجته إلى السوق وعند العودة تكلم حصانه قائلاً أسرعي يا عزيزتي لماذا أنت بطيئة أسرعي؟ ماذا؟ يوجد على ظهر شخصان الزوجة والجنين الذي في بطنها بالإضافة إلى ذلك فأنا حامل أيضاً ماذا؟ يا للخبر المفرح أهنئك على ماذا تهنئني؟ على الطفل أخيراً سترزقين بطفل يا إلهي كيف عرفت؟ لم أخبر أحداً بعد ما قال لك؟ إنه إنه قل لي يا عزيزي كيف عرفت؟ كيف أخبرني أخبرني؟ حاولت الزوجة أن تحصل منه على الجواب حتى بعد وصولهما إلى البيت لا أستطيع أن أقول كيف عرفت متأسف؟ وبعد زواج دام سنين طويلة تخفي عني؟ إذا قلت لك السبب سأصبح عديم الوجود؟ يجب أن تخبرني بهذا السر ألسنا زوجين؟ لماذا تخفي عني؟ وفكر الراعي بأن ما قالته زوجته صحيح فعلاً نحن متزوجان منذ فترة طويلة وصنع الراعي لنفسه تابوتاً جميلاً من الخشب في اللحظة التي أتكلم عن السر سوف أموت وبينما كان الراعي داخل التابوت نظر حوله لآخر مرة سيدي سيدي أجيشي إلى اللقاء في تلك اللحظة جاء ديك يحمل دوداً في فمه أيها ديك أليس لديك الرحمة؟ سيدي يحتضر وأنت تلتقد الددان؟ دعوه يموت إنه مضحك سيموت من أجل أنانية زوجته حسن ألفاظك سيدي سيموت لأنه يحب زوجته ما الفائدة إذا مات؟ هذا الرجل ليس لطيفاً دائماً غبي والغبي غبي حتى لو أخطأ مرة واحدة نعم حتى لو أخطأ مرة كلام ديك صحيح إذا موت ينتهي كل شيء هذه هي الحقيقة نعم عزيزي أخبرني بالسر هيا سأخبرك يا عزيزتي ولكن هل يرضيك أن أموت؟ تكلمي ها؟ تموت؟ لا يهم أريد أن أعرف السر هيا أخبرك يا غبي ماذي؟ أخبرك 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 أما الراعي الذي كان يفهم لغة الحيوانات فقد عاش حياة سعيدة مع أصدقائه ولم يفشي سره لأحد أبداً أخبرك 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 أخبرك